أمامي صورة الصورة اللي قدامكو دي دامين على هامش ما جارى في باريس على هامش ما يجري في باريس صورة أرجو ان احنا ننتبه وانا كنت في هذا المكان بتكلم مرارا وتكرارا وبقى اصول واجول وازعى وقول ان الراجل ده كذاب الراجل اللي اسمه أردغان ده كذاب وراجل منافق وراجل ليس له كلمة وهو عبارة هو عبارة عن ممثل بدرجة قدير ليه؟ لانه اذكركم جميعا بان اردغان اللي قدامنا اللي جنبه واقف مع اسر ترام ادي ترام و ادي امينة مرات اردغان اللي امرات سلطان العثماني خليفة المسلمين او امير المؤمنين هكذا امير المؤمنين بتقف زوجته المحجبة مع هذا الصليبي الذي وصفه وصفه اردغان بانه عدوه للدين وعدوه للمسلمين انا اذكر الجميع من يتحدث عن ترامب بانه عدوه للاسلام والحركة الاسلامية والاصولية وخلافه من كل هؤلاء المتأسلمين الموجودين في العالم واللي بينصابه اردغان خليفة المسلمين بقولهم هذا هو خليفتكم قاعدين بهذا الشكل الحيا والحميمي وامينة هانم اللي هي بنت تيمية هذا الزمان وصحبنا اردغان اللي بينصب نفسه خليفة للمسلمين قاعد بهذا الشكل الرائع مع ترامب اللي كان افكركم بس بكلامه الكلام اللي بيقوله قدام الناس المتخلفين من الاخوان وهو بيقولهم لن اسلم القس برونسون لن اسلمه على جثتي ان اسلمه لترامب وامريكا بتنصدنا العداء والحرب الامريكية ضد الاسلام والحرب الامريكية ضد تركيا ايه هو وبيقول القدس القدس هو ده ترامب اللي نقل القدس نقل السفارة الامريكية الى القدس ايزانا بتنصبها عاصمة لاسرائيل هو ده ترامب اللي تكلم عليه اردغان وقال عليه هو عدو المسلمين الصور لا تكذب ربما تكون الصور ابلغ من كل الكلام اللي احنا بنقوله لكن الكثيرون لا يريدون ان يفهموا هي ده الحقيقة ده ممثل بدرجة قدير زي ما قلت والمشكلة مش فيه المشكلة انه هناك من يصدقه هناك من ينقل كلامه كنقل لذلك احنا بنسمي الاخوان خرفان عشان ما بفكروش بيلغي دماغه ادي الصور قدام ترجمة نانسي قنقر